اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان يوم السبت المقبل الموافق الثلاثين من يوليو الجاري عطلة رسمية مدفوعة الاجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام الفين واربعمائة واربعين واربعين يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات رسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022